بات تكرار الجرائم واتساعها أمرا معتادا في العراق بسبب انتشار السلاح وضعف القانون وتغول الميليشيات المدعومة بالمال السياسي وعادة ما يرتبط المتهمون بارتكاب الجرائم ببعض المسؤولين ما يدفعهم إلى التدخل من أجل الحفاظ على سرية عملياتهم وحماية منفذيها من العقاب القانوني يعاونهم في ذلك من هم في مراكز أمنية رفيعة والذين بدورهم لهم مصالحهم مع السياسيين والمتنفذين في البلاد تصاعد معدلات الجريمة يقابله اتساع ظاهرة فقدان استجلات الجنائية من إرشيف وزارتي الداخلية والعدل بشكل مستمر خاصة ملفات الاغتيال والمفقودين حيث يؤكد محامون وخبراء قانونيون أن الأزمة تجاوزت فقدان الملفات إلى إهمالها بشكل عالني بتأثير من جهات سياسية عليا ويقول قانونيون أن التلاعب بالأدلة وإخفائها بالإضافة إلى إهمال التحقيق مع المتهمين خلق نوعا من الأليحية لدى المجرمين يتمثل في حرية شروعهم بالإجرام بمعزل عن العقوبات القانونية ما جعل العراق يتصدر قائمة الدول العربية في نسب الجريمة الجنائية والقتل على وجه الخصوص تواطئ الأجهزة الأمنية أدى إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القانون في حل قضاياهم ما عزز من سطوة بعض العشائر التي وجدت بيئة صالحة لزيادة نفوذها ويؤكد مصدر أمني من داخل جهاز مكافحة إجرام بغداد أن عدم جدية الجهات الأمنية في حل بعض المشكلات يرجع إلى عجزها عن مواجهة الميليشيات مشيرا إلى أن تأثير السياسة على الواقع الأمني تجاوز منع الاعتقال والتحقيق إلى تنفيذ جرائم منظمة بأمر من مسؤولين بارزين إهمان الحكومة لظاهرة تغلغ للعناصر الحزبية داخل المؤسسات الأمنية على مدى السنوات السابقة جعلها عاجزة عن رضع جماحهم ومن ثم أصبحت هذه الأجهزة مجرد أدوات تنفذ الأجندات الحزبية ما يفسر فشل جميع اللجان التحقيقية التي شكلت سابقا في الكشف عن ممولي تجارتي السلاح والمخندرات والحد من زيادة معدلات الجريمة المنظمة ترجمة نانسي قنقر